السلام عليكم نيويورك تايمز إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باستهدف السفينة الإيرانية ساويز هل لم تكن مشتركا في القناة تشترك وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أفادت صحفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيون بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت السفينة الإيرانية ساويز وأن ذلك كان انتقاما لضربة إيرانية سابقة لسفينة إسرائيلية ونقلت الصحفة عن مسؤول الذي اشترت عدم ذكر هويته أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة مساء أمس الثلاثة مضيفا أن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة التي استهدفت السفن الإسرائيلية وفي وقت سابق أكدت وكالة تسنيم المقربة من الحكومة الإيرانية تعرض سفينة إيرانية لهجوم في مياه البحر الأحمر ونقلت الوكالة عن مصدر لم تحددها أن السفينة إيران سويس تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بلغم بحري والسق بهيكلها في الأخير إذا كنتم من المهتم بالنوائي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لذا توصلوا بالجديد وشكرا